انا هنا اعرض لكم لموذجا واحدا هكذا باختصار حتى تعرفوا انه كيف اذا الانسان شوي يتعب على نفسه يحفظ هاي الاشياء ما يتمكن اكبر عالم من علماء البكرين ان ينتصر عليه في النقاش بس بشرط ان يتحرر من الخوف يتجرد من الانهزام لا تكون منهزمة صرح حتى اذا احرجك لا تنحرج هو ما بيحرج يوجه للسؤال انتم تسقون ام المؤمنين فيحاول ان يحرجك بهذه الطريقة فبعض الشيعة مع الاسف يقول لا احنا منسب ام المؤمنين احنا من عادي ام المؤمنين لما لما تفعل هذا قل نعم وما هو المهم في الان يقول ام المؤمنين مؤمنة يقول من قل له هكذا على اي اساس حكمت بان عائشة مؤمنة هتعلم بان رسول الله صلى الله عليه وآله في مصادركم انتم تنقلون نفى الايمان عن عائشة هذا حديث موجود عندهم اسمع الحديث مع الاسف هذه الامور لا تنقل على المنابر مع الاسف الشديد وانا لو تنقل هذه الامور على المنابر ويكون هناك توجه عام عند الشيعة وخطباء الشيعة في عرض هذه الحطائق بكل صراحة لما تبقت للدين البكري باقية أبدا ما تبقت له باقية ولكن المشكلة الخوف عندهم هذا الحديث ان ابا بكر يأتي الى بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وعائشة جالسة فرسول الله يقول لعائشة هاتي لنا مضمون الروايان عنه هاتي لنا شيئا من الطعام فترد عليه عائشة قائلة والله يا رسول الله ليس عندنا شيئا من الطعام فيكرر النبي الامر مرة اخرى يا عائشة هاتي لنا شيئا من الطعام فتكرر المرأة نفس القول والله ما عندنا شيئا من الطعام فيضطر رسول الله لأن يكرر الامر للمرة الثالثة وعائشة رد بنفس الجواب فهنا ابو باكر يتأثر بأنها ابنته فيقول يا رسول الله ان المرأة المؤمنة دقل ان المرأة المؤمنة اذا حلفت فانها لا تحلف على باطن وهذه امرأة المؤمنة ابنتي مؤمنة حلفت ما عندها شيئا من الطعام لماذا تكرر عليها هذا القول فرسول الله صلى الله عليه وآله هنا ماذا يقول يقول وما يدريك أنها مؤمنة وما يدريك أنها مؤمنة رسول الله هو يعلم أنه أكو طعام في البيت لكن عائشة تريد أن تؤذي رسول الله هذا هو هذا حديث موجود عنده رسول الله بالصراحة يقول لأبي بكر وما يدريك أنها مؤمنة شم يدريك أنها مؤمنة هذا نفي لإيمان عائشة تسلح بمثل هذا الحديث أم المؤمنين هي نفسها ليست بمؤمن الأمثلة كثيرة شوية تحفظ هذه الأحاديث وطريقة الاستدلال تتمكن أن تنتصر على أي شخص إثبات مثلا أن عمر بن الخطاب ليس بمؤمن أيضا أيضا أمر جدا سهل الآية القرآنية ماذا تقول تقول إنما المؤمنون من آمن بالله ورسوله ثم لم يرتابوا المؤمن هو الذي يؤمن بالله ورسوله ولا يرتاب طيب هو عمر بن الخطاب في مصادرهم موجود ارجع إلى طبقات بنساعد وغيره يقول إني ما ارتبت ارتيابا أكثر من يوم الحديبية شككت ارتبت في نبوة رسول الله في الإسلام أنه هل الإسلام صحيح أم لا أم هذا من اختراع محمد بن عبد الله مو أنه دين نزل من السماء هو يصرح يقول أنا ارتبت طبق الآية الكريمة على قوله هذا باعترافه يصبح ماذا مؤمنا أم لا لا يكون مؤمن يكون منافق يعني كافرا في الباطن لكن مظهرا للإسلام هذا هو لأن الله يقول المؤمن من لا يرتب وهذا يصرح يقول أنا ارتبت وهكذا الإنسان شوية تكون عنده نوع من الاهتمام نوع من التدبر الحفظ لهذه الأدلة حتى يتمكن من أن يؤدي دوره في نشر ولاية أهل البيت عليه السلام وإنقاذ هؤلاء المخالفين من النار أن تقول للمخالف هذا القوم أنه أنا أحبك أنا أريد لك الخير ولأنني أريد لك الخير فإنني لا أريد أن أجاملك وإنما أريد أن أعرض لك الحقيقة بما هي هي وأقدم لك الحقائق كما هي وإن كانت مؤلمة لأنني أريد أن أرفع عن عينيك هذه الغشاوة أريدك أن تتبصر بالحق لا أريدك أن تبقى هكذا فتذهب إلى النار أريدك أن تذهب معي إلى الجنة والجنة لا يمكن أن يدخلها غير الملتزم بولاية أهل البيت صلوات الله علي شكرا